من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية لوضع استراتيجية تحفيظ الاقتصاد المصري وتناول الاجتماع مقترحات وأليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات المقترحة المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادية كما ناقش الاجتماع تبسيطة وتيسيرة إجراءات الاستثمار من خلال مواصلة عملية إجماد إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة